كمان في 10 اكتوبر 1924 قررت اللجنة العليا بناء مدرق جديد لملعب النادي وتكليف سكرتير النادي داود راتب بيك بالعمل على تجهيز رسومات الهندسية وفي نهاية 1924 اتعرضت على الجامعية العمومية بعض التعديلات في قانون النادي كان اهمها على الاطلاق منع عضويات الاجانب ممكن حد يسأل هو كان فيه اعضاء اجانب في الاهلي طبعا كان فيه اجانب ام الله مستر ميتشل انس دا كان جنسيته ايه مستر شارمن الاستعام بالاهلي لادخال الالعاب المختلف للنادي كان جنسيته ايه مستر شارمن كان المشرف على الرياضة بمدرسة السعادية كنا احنا نعرف ايه عن الالعاب احنا مش عن اكتريع العجلة اساس الالعاب الحديثة اوروبا طب ليه صدر القرار دا سنة 1923 بدأت ارهاصات استقلال مصر ودارت مفاوضات قدت لزهور دستور 1923 الاهلي جزء من المشروع الوطني عشان كده كل قراراته بتخرج من راحم الوطنية المصرية فكان قراره تعديل الليحة زي ما انتم شايفين على شاشة كده الليحة كانت بتقول يقبل عضوا بالنادي من تنطبق عليه عدة شروط وكان التعديل يقبل عضوا بالنادي كل مصري تنطبق عليه عدة شروط وفقت الجامعية العمومية للنادي وما بقاش ينضمن للنادي اي شخص لا يحمل الجنسية المصرية اشتركوا في القناة